عجائب الخلق مدينةٌ بطبيعةٍ صحراويةٍ تكتنز في باطنها ثروةً عظيمة جعلت الناس يلقبونها بأرض الذهب والألماس وملاذ الحياة الكريمة المدينة السمراء سلة البيض الذهبي التي لا تنضب لسكان جنوب أفريقيا هنا حيث عثر صائد الكنوز على أكبر ألماسةٍ على الإطلاق ألماسة التي زينت تاريخ تاج المملكة البريطانية هنا جوهانزبرغ حيث مناجم الذهب والتعدين لا تتوقف عن العمل في أكبر مدن جنوب أفريقيا وثالث أكثر مدن القارة السمراء اكتظاظاً بالسكان خلف العاصمة المصرية القاهرة ولاغوس العاصمة السابقة لنيجيريا إليكم قصة مملكة الذهب وأحجار الألماس النفيسة في أفريقيا أغنى قارات العالم سيد المشاهد ندعوك إلى الاشتراك بالقناة وإبداء رأيك بقسم التعليقات أثناء مشاهدتك لبقية الفيديو المدينة الذهبية هنا أمام مشهد غروب الشمس أجمل المظاهر الربانية وعلى ارتفاع 1753 متراً فوق سطح البحر نعم هنا فوق هضبة هايبهلد الشرقية لدولة جنوب أفريقيا لعبت مباراة نهائي كأس العالم 2010 بين هولندا وإسبانيا في يوم الحادي عشر من يوليو على ملعب مدينة كرة القدم بجوهانيس بيرغ عاصمة مقاطعة جوتين المقاطعة الأغنى بلا منازع في كامل البلاد بل وأكبر مدينة في جنوب أفريقيا والثالثة إفريقياً من حيث الكثافة السكانية بواقع عدد إجمالي يقارب خمسة ملايين نسمة وفقاً لإحصائيات السنة الفارطة بأي حال لا تتوقف روعة هذه المدينة عند هذا الحد فهي لم تكتفي حتى بكونها عاصمة الذهب والألماس بما أنها تعتبر كذلك إحدى أكثر المدن المرموقة بالقارة السمرة نظراً لما تتمتع به من مساحات خضراء شاسعة بجانب عدة مواقع تاريخية وثقافية جعلتها أبرز منطقة في جنوب أفريقيا إلى أن باتت وجهة السياح الأولى وهو ما يفسر احتضان مدينة جوهانسبرغ لثلاثة مطارات عملاقة منها مطارين دوليين أحدهما هو مطار أوليفر ريجنال تامبو المطار الأضخم والأكثر ازدحاماً في أفريقيا كلها في الواقع هذا ليس غريباً على مدينة سياحية بهذا الحج خاصة لما تحتويه من معالم جذبة كمدينة الملاهي الأكبر في جنوب أفريقيا والمشهورة باسم جولدريف سيتي أو المتحف الحافل بتاريخ جنوب أفريقيا والمعروف بمتحف الفصل العنصري ولك بعدها أن تأخذ جولة رومانسية حول حديقة شاكسبير الساحرة أحد حدائق جوهانسبرغ الثلاثة وإن كنت من عشاق علم الإنسان فحتماً عليك تجربة الذهاب لمهد البشرية موقع الأنثروبولوجيا المسجل في منظمة اليونسكو بتاريخ عام 1999 على أنه موقع للتراث العالمي كونه موطن لأكبر تجمع لبقايا الأسلاف البشرية في أي مكان في العالم أليس هذا جميلاً؟ العمران والطبيعة والتاريخ في آن واحد طبعاً نعم إلا في حالة واحدة عندما تتناقض هذه الصورة الفاتنة مع واقع أسلوب حياة المواطنين وذلك رغم ما تمثله مدينة جوهانسبرغ من مكانة اقتصادية وصناعية بالقارة الأفريقية إذ إن قرية كوهلاتي الواقعة بمحاذاة تلك المدينة العملاقة قد بلغت نسبة البطالة فيها حوالي ستون بالمئة في آخر سنتين ثم إن هؤلاء العاطلين عن العمل قد وجدوا في أرضهم الفائدة ذهباً فرصة لا تعوض لتحسين نمط معيشتهم ومع انتشار رائحة الثراء السريع تزايدت كذلك مطامع سكان المناطق المجاورة الهاربين من الفقر المدقى فبعد كل شيء يعاني نحو 33% من سكان جنوب أفريقيا من أزمة البطالة وفقاً لأبحاث مركز الرصد والإحصاءات الجنوب أفريقي في السنة ما قبل الماضية بأي حال لا يمنع هذا بالضرورة استحقاقية مدينة جوهانسبرغ للقب عاصمة الذهب والألماس اللقب التي اكتسبته إبهن اكتشاف أكبر ماسة خام على الإطلاق على حدود مناطقها بوزن إجمالي بلغ 3106 قيرات كان قد عثر عليها بواسطة فريديريك ويلز في السادس والعشرون من يناير سنة 1905 بمنجم بريمير قبل أن تتحول فيما بعد إلى إرث بريطاني كونها قطعت لتسعة أجزاء زينت منذ القرن الماضي وعلى مدار عقود وإلى غاية يومنا التاج البريطاني الملكي منذ تاريخ اكتشاف الذهب في جنوب أفريقيا أي عام 1886 وإلى حدود سنة 2006 عرفت البلاد على أنها أكبر الدول المنتجة للذهب ليس في أفريقيا فقط بل في كل العالم خصوصا وأنها تحتوي على منجم بونينج المعروف بأنه أكبر منجم ذهب عميق بالعالم وعلى الرغم من أنها قد تقهقرت إلى المركز الثامن عالميا بحسب بيانات عام 2022 جراء انخفاض إنتاجها السنوي من الذهب خلال السنوات الماضية حتى بلغ 110 أطنان بالسنة المنصرمة إلا أنها لا تزال تتربع إلى الآن على عرش ثالث أكبر بلد من حيث احتياطي الذهب نظراً للكمية المتاحة بحسب الخبراء والتي بلغت نحو خمسة آلاف طن ما قد يؤكد توقعات المسؤولين بتواصل سيادة جنوب أفريقيا على قطاع تعدين الذهب أفريقياً هذه الصناعة نفسها هي التي باتت عاملاً لا غنى عنه لاقتصاد البلاد بما أنها قادرة على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات سنوياً إذ وفقاً لنتائج إحصائيات عام 2018 فقد حقق قطاع التعدين بشكل عام عائدات قدرت بـ 37 مليار دولار منها 13% مسجلة كأرباح لحساب صناعة تعدين الذهب التي وفرت أيضاً موتن عمل لـ 20% من إجمالي الموظفين بقطاع التعدين المالغ عددهم ما يزيد عن نصف مليون مواطن من كامل أنحاء الجمهورية ثم وعلى الجانب الآخر فإن قطاع الألماص يمثل ركيزة أساسية لنمو اقتصاد جنوب أفريقيا كونها وعلى سبيل المثال قد أنتجت خلال سنة 2021 ما مقداره 9.7 ملايين قيرات كثالث أكبر منتج بالقارة الصمراء خلف بوتوسوانة وجمهورية كونغو الديمقراطية وهو ما يدعم الاعتقاد السائد حول المستقبل الزاهر للصناعات الأفريقية في جنوب أفريقيا بأي حال كانت هذه رحلة سريعة شاهدنا خلالها بعضاً من أمجاد جنوب أفريقيا وحقيقة أسطورة أرض الذهب والألماص مدينة جوهانزبيرغ فهل تتطلع لزيارتها؟ وما أكثر المعالم التي شدت انتباهك؟ نحن بانتظار آرائكم بالتعليقات